طلبت الولايات المتحدة من الصين فجأة اغلق قنصليتها العامة في هيوسن يوم الثلاثة وهذا يمثل استفزازا سياسيا امريكيا ضد الصين وخرقا خطيرا للقانون الدولي والمعايير الاساسية للعلاقات الدولية كما انه ينتهك بشكل خطير لاتفاقية القنصرية الثنائية ويقوض العلاقات الصينية الامريكية عملا ان الصين تدين بشدة هذه الخطوة غير الاخلاقية وغير العادلة ونحث الولايات المتحدة على تصحيح هذا القرار غير الصحيح على الفور وإلا ستتخذ الصين بالتأكيد الاجراءات الشرعية الضرورية وقالت باكين ان الكنصرية العامة في هيوسن ما زالت التعمل والمفتوح وقالت ايضا ان السفارات الصينية لدى الولايات المتحدة افادت بالتلكيها تحديدات بالقتل والقنابل مرتبطة بعمال التمييز الانصوري تدى السكان من أصل أسيوي في الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر